مرحبا بكم في قناة تحفة يوب حميد ملزي الصندوق الاسود للنظام البوتفليقي والصديق المقرب من السعيد التوفيق وترطاق فهو الذي عمر اطول من اي شخص في الرئاسة تم ادعوه اليوم بسجن الحراش ذلك بعد تحقيقة واستجواب لايام الا ان اهم نقطة هي التي كشفتها صحف وطنية وكذا محللون بقولهم ان حميد ملزي هو الذي سرع بالقبض على التولادي توفيق ترطاق والسعيد كونه اعظرف بكل شيء حسب ذات المصادر خصوصا بالمخطط الذي كان يحاكي ضد الجيش الوطني وضد القيد صالح بالخصوص اي كان هناك مخطط لاقالة القيد من الجيش فالسعيد بوتفليق كان قبل استقالة اخيه وبما ان ختم الرئاسة في يده كان يريد اصدار بيان اقالة قيد صالح وفشل مخططه لان الجيش صفتنا للخدع ومباشرة في الخطب الشهر اسمهم قيد صالح بالعصابة واتم اقالتهم مباشرة والايام القليلة القادمة ينتظر ان تجر العديد من الاسماء الاخرى تزامنا مع استمرار التحقيق لا تنسى الضغط على زر الاعجاب اذا كنت مستمرا الى حين التغيير الكل والسلمي كما لا تنسوا مشاركتنا بارائكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لدعمنا وشكرا جزيلا اشتراك في القناة اشتراك في القناة